لأول مرة منذ 21 عاماً ليونيل ماسي لاعب حر البرغوث الأرجنتيني انتهى عقده مع برشلونة بحلول الأول من يوليو الحالي ولم يتم تجديد العقد حتى الآن ولكن هذا الأمر لن يطول طويلاً وذلك لكثرة العرود التي انهالت على ليو حتى وإن كانت على سبيل الدعابة ففي واقعة طريفة أعلن نادي أسك ميموزا الإفواري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التعاقد مع ميسي بنشر سورة النجم الأرجنتيني يرتدي قميص الفريق الإفواري وعلى تويتر أيضاً أعلن نادي أبس البرازيلي نيته في ضم ليو وطلب الفريق الذي يطلق على نفسه لقب أسوأ فريق في العالم التعاقد مع ميسي ولكن بشروط غريبة أبرزها أن العقد بين الطرفين لمدة 15 عاماً وتحديد الراتب بناء على عدد الأهداف التي سيسجلها وفي نفس الوقت وضع بند يقضي بعدم تسجيل ميسي للأهداف أو إحراز أي بطولة وإلا فسيتم فسخ التعاقد معه أما البند الأغرب فيقضي بوقوف ميسي أمام المرآة كل يوم ثلاث مرات ويقسم أن بلي أفضل من مارادونا أما نادي توفولة ميسي نويل أولت بويز الأرجنتيني فلم يفوت الفرصة وكتب على صفحته عبر تويتر أهلاً ليو هل أنت هنا؟ في الأرجنتين أصبحنا في الأول من يوليو ندعوك للعودة لفريقك وبدون مخاطرة لا توجد مكاسب النادي الأرجنتيني فاته ما ينتظر ميسي من مكاسب ودون مخاطرة أيضاً فالأمر لن يكلف ليو أكثر من الموافقة على تجديد عقده مع البلو جرانا الذي سيصل إلى 300 مليون يورو على موسمين صافية من الدرائب لكن الأمر لن يكون سهلاً على النادي كتالوني المحاطي بالأزمات المالية وقانون اللعب المالي النظيف ولكن رئيس النادي خوان لابورتا يعلم جيداً أنه من خطب الحسناء لم يغلها المهر